السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الخامسة الدرس الثاني اللغاريتمات الجزء الرابع أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو حل مساء الحياتية باستعمال اللغاريتمات التمهيد درست في الحصة السابقة استخدام الآلة الحاسبة لإيجاد قيام اللغاريتم وأيضاً حل معادلات باستخدام اللغاريتمات لنستذكر معاً حل المعادلات اللغاريتمية التي تعلمناها في الدرس السابق معاً دعنا عزيز الطالب نتناقش في حل تمرين 32 و33 صفحة 26 من الكتاب المدرسي حل المعادلات وقرب الحل إلى أقرب جزء من ألف تمرين 32 لغاريتم 7x plus 6 equals 3 تمرين 33 2.75 e to the power t equals 38.6 الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل ولنبدأ بحل تمرين 32 هل تذكر عزيز الطالب خطوات حل المعادلة اللغاريتمية التي ناقشناها في الحصة السابقة؟ أحسن، حول إلى الصورة الأسية إذن هذا اللغاريتم الاعتيادي ذو الأساس 10 عند تحويله إلى الصورة الأسية سيصبح 7x plus 6 equals 10 to the power 3 ما نوع المعادلة التي تكونت بعد ذلك؟ ممتاز، إنها معادلة خطية والآن تدرج في حل المعادلة الخطية اطرح 6 من طرفي المعادلة لينتج معك 7x equals 10 to the power 3 minus 6 والآن باستخدام خاصية النظير الضربي اضرب طرفي المعادلة بـ 1 over 7 لينتج معك قيمة x equals 10 to the power 3 minus 6 over 7 وبالتالي فإن قيمة x 142 الآن تمرين 33 ما نوع المعادلة الموجودة أمامك؟ ممتاز، إنها معادلة أسية كيف تستطيع حل هذه المعادلة؟ بالتحويل إلى الصورة اللغريتمية ولكن لاحظ هنا أن المقدار الذي يحتوي على المتغير في الأس يجب عزله أولاً إذن أعزل e to the power t وذلك بالضرب طرفي المعادلة بـ 1 over 2.75 لينتج معك e to the power t equals 38.6 over 2.75 الآن تستطيع التحويل إلى الصورة اللغريتمية لاحظ في هذه المعادلة الأسية الأساس هو e وبالتالي من الأفضل أن تستخدم اللغريتم الطبيعي لتجد أن t equals لين 38.6 over 2.75 وهذا يعطي تقريباً 2.642 تستعمل اللغريتمات لتبسيط بعض العمليات الحسابية المعقدة ويمكن ملاحظتها في العديد من الصيغ العلمية مثل مقياس رختار ومقياس شدة الصوت وأيضاً مقياس درجة الحموضة يستعمل مقياس رختار لقياس قوة الزلزال تتناسب قوة الزلزال طردياً مع الطاقة الزلزالية الآن عزيز الطالب لنتناقش في المثال السادس صفحة 24 من الكتاب المدرسي تقاس الطاقة الزلزالية x بالجول وهي ترتبط بقوة الزلزال m من خلال المعادلة x equals 10 to the power 1.5 m plus 12 أوجد قوة الزلزال طاقته الزلزالية 4.2 times 10 to the power 20 جول لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل لاحظ عزيز الطالب مقياس الطاقة الزلزالية العلاقة بين m قوة الزلزال والطاقة الزلزالية x هي علاقة ترضية كلما زادت قوة الزلزال ازدادت طاقته الزلزالية هل تعلم لماذا؟ أحسنت لأن العلاقة بين قوة الزلزال m والطاقة الزلزالية x هي علاقة أسية والآن كيف تستطيع أن تجد قوة زلزال إذا كانت طاقته الزلزالية معلومة من خلال هذه المعادلة ممتاز عوض قيمة x equals 4.2 times 10 to the power 20 في المعادلة الموجودة أمامك والآن ما نوع المعادلة؟ ممتاز إنها معادلة أسية كيف تستطيع حل هذه المعادلة الأسية؟ ممتاز حول إلى الصورة اللغريتمية ما هو الأساس في هذه الصورة؟ ممتاز لاحظ أن 10 هو عبارة عن الأساس وأن 4.2 times 10 to the power 20 هي عبارة عن النتيجة في الصورة الأسية هل هناك نوع خاص من اللغريتمات تستطيع استخدامه في هذه الحالة؟ نعم أحسنت ستستخدم اللغريتم الاعتياطي للنتيجة لأن الأساس كما ذكرنا equals 10 ماذا تساوي قيمة اللغريتم؟ ممتاز الأس هنا 1.5M plus 12 هي قيمة اللغريتم والآن هل تستطيع أن تحل هذه المعادلة؟ رائع هذه المعادلة هي معادلة خطية وبالتالي بإمكانك أن تحل هذه المعادلة باستخدام خطوات حل المعادلة الخطية ما هي الخطوة الأولى في حل هذه المعادلة؟ ممتاز استعمل خاصية النظير الجمعي واطرح 12 من طرفي المعادلة لينتج معك لغريتم 4.2 times 10 to the power 20 minus 12 equals 1.5M ماذا الآن تتوقع أن تكون الخطوة التالية؟ رائع استعمل خاصية النظير الضربي واضرب طرفي المعادلة بـ 1 over 1.5 لتحصل على قيمة M والآن استعمل الآلة الحاسبة وأدخل لغريتم 4.2 times 10 to the power 20 minus 12 over 1.5 لتحصل على قيمة M تقريبا 5.75 والآن هل تستطيع أن تتحقق من صحة الحل؟ ممتاز عوض M equals 5.75 في طرف المعادلة 10 to the power 1.5M plus 12 والآن مرة أخرى وباستعمال الآلة الحاسبة أدخل 10 to the power 1.5 times 5.75 plus 12 لتحصل على قيمة الطاقة الزلزالية وهي تقريبا تساوي 4.2 times 10 to the power 20 وهي القيمة المعطى في جذر السؤال لاحظ أن قوة الزلزال 5.75 تقع في الفترة ما بين 5.5 إلى 6 وهذا يدل على أن قوة الزلزال من الدرجة المتوسطة والآن عزيز الطالب حاول أن تحل التمرين الثامن والثلاثين صفحة 26 من الكتاب المدرسي بالرجوع إلى المثال السادس أوجد قوة زلزال طاقته الزلزالية 1.8 times 10 to the power 23 جول الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل عوض x equals 1.8 times 10 to the power 23 في المعادلة الموجودة بجذر المثال لاحظ أنه تكونت لديك معادلة أسية تستطيع أن تحل هذه المعادلة بالتحويل إلى الصورة اللغريتمية لاحظ الأساس هنا هو 10 وبالتالي استخدمنا اللغريتم الاعتياد نتيجة الصورة الأسية 1.8 times 10 to the power 23 هي مدخلة اللغريتم والأس 1.5m plus 12 هو عبارة عن نتيجة اللغريتم تكونت لديك معادلة خطية استعمل النظير الجمعي واطرح 12 من طرفي المعادلة لينتج معك لغريتم 1.8 times 10 to the power 23 minus 12 equals 1.5m والآن أكمل بخطوات حل المعادلة الخطية استعمل النظير الضربي واضرب طرفي المعادلة ب1 over 1.5 لتحصل على قيمة m أدخل المقدار لغريتم 1.8 times 10 to the power 23 minus 12 over 1.5 في الآلة الحاسبة لينتج معك قيمة m تقريبا 7.5 إذن قوة الزلزال هي 7.5 تقريبا والآن حتى تتمكن من التحقق من صحة الحل عوض m equals 7.5 في طرف المعادلة الأيمن 10 to the power 1.5m plus 12 وبإدخال هذا المقدار في الآلة الحاسبة ستجد أنه equals تقريبا 1.8 times 10 to the power 23 وهذه هي قيمة الطاقة الزلزالية المعطافي جذر السؤال والآن عزيز الطالب حاول أن تحل أيضا التمرين الواحد والخمسين صفحة 26 من الكتاب المدرسي إذا أوضع مبلغ 250 ريال قطري في حساب مصرفي بفائدة سنوية مركبة متواصلة نسبتها 4% فما الزمن اللازم ليصبح 600 ريال قطري قرب الإجابة إلى أقرب سنة الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنناقش الحل سويا لاحظ عزيز الطالب أن صيغة الفائدة المركبة المتواصلة تكتب كما يلي A equals P times E تذكر أن R هي عبارة عن نسبة الفائدة المركبة المتواصلة وهي بهذه الحالة 4% أما A فهي عبارة عن جملة المبلغ وبهذه المسألة 600 ريال قطري وP هنا هو المبلغ الأصلي وقيمته في هذه المسألة 250 ريال قطري أما A فهو العدد الطبيعي وT الزمن بالسنوات الآن عوض A equals 600 وB equals 250 وR equals 0.04 لتتكون معك معادلة لاحظ أن نوع هذه المعادلة هو معادلة أسية تستطيع حل المعادلة الأسية بالتحويل إلى الصورة اللغريتمية ولكن أولا عليك أن تعزل المقدار الذي يحتوي على المتغير في الأس إذن استعمل النظير الضربي وضرب طرفي المعادلة بـ 1 over 250 لتحصل على 2.4 equals E to the power 0.04 T الآن تستطيع التحويل إلى الصورة اللغريتمية إذن حول إلى الصورة اللغريتمية لاحظ أن الأساس هنا هو E وبالتالي استخدمنا اللغريتم الطبيعي ولاحظ أن النتيجة في الصورة الأسية تمثل مدخلات اللغريتم 2.4 وأما الأس 0.04 T وهو عبارة عن قيمة اللغريتم مرة أخرى تكونت لديك معادلة خطية استعمل النظير الضربي واضرب طرفي المعادلة بـ 1 over 0.04 لتحصل على قيمة T lin 2.4 over 0.04 وبإدخال هذا المقدار في الآلة الحاسبة ستجد أن T equals تقريبا 22 إذن بعد 22 سنة تقريبا سيصبح الرصيد 600 ريال قطري إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر